نروح للأهلي سريعا جدا والنهار ده طبعا انتو عارفين كل سنة طيبين طبعا يعني نهاية الاسبوع ده ان شاء الله ان شاء الله غالبا الخميس هيكون بداية شهر رمضان الكريم الشهر الفضيل اللي بنستنى من السنة للسنة أحلى أوقات السنة اللمة والعيلة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ربنا يتقبل منكم جميعا وكل سنة وانتو دايما طيبين وبألف خير وانتو عارفين ان احنا في رمضان يعني الدنيا بتسيب شوية فبالتالي والأهلي عندهم وطوات مهمة جدا طبعا أغلبها هيكون في رمضان وأهمها طبعا لقاء الهلال السوداني اللي هيكون يمكن في تاني اسبوع من رمضان فبالتالي كان فيه تمام الجهاز الفني وتحديدا الطبي دكتور إهاب علي مستشار التغذية في نادي الأهلي المعني طبعا بتغذية الفريق الأول حط برنامج وكان حريص ان نحط برنامج حدد فيه برنامج الغذائي الخاص بالفريق خلال شهر رمضان بالشكل هيتناسب طبعا مع الصيام وفي نفس الوقت مع ضغط المباريات اللي هيبدأ فيه الشهر الفضيل وأوله طبعا المباريات صعبة جدا جدا ما زالنا بنأكد مطش الهلال يا جماعة مش نزهة مباريات الهلال صعبة جدا والهلال جاي للقاهرة بكل أسلحته عشان يحقق هدفه فيه التأهل اللي شايف انه هو الحق والأجدر به وخصوصا وخصوصا انه معنويا عنده فرصتين عنده فرصة التعادل وعنده فرصة المكسب فبالتالي نتمنى ان شاء الله بإذن الله انه التعامل مع المباراة وأنا أكيد طبعا على كل المستويات يكون بمنتهى منتهى الجدية مباراة فاصلة فاصلة ومهمة جدا في مشوار النادي الأهل من ضمن الأخبار الكويسة انه متولي الحمد لله يعني بينفذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التهلي وقريب جدا يخش في التدريبات الجماعية للفريق ان شاء الله بإذن الله طبعا يعني يكون إضافة كبيرة جدا ويرجع لمستويات اللي ظهر به في بداية الموسم كان واحد من أهم أورايا الأهلي الدفاعية